الحمد لله وعلا إله إلا الله الحمد لله وعلا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نريدك في أمر عجل فيه خير للكثيرين فهل نأخذ قليل من وقتك يا إمام؟ عهدناك مناصراً للحق بلا خوف لهذا لا يوجد أفضل منك في الفستات كلها ليدرق بابه لنصرة الحق ومن أين اليقين بأنك على حق يا سهيل؟ لم تجبني عن سؤالي يا سهيل؟ الحق بين والباطل بين قد يكون هذا جواب الخصم أيضاً يا إمام نحن نحتاج إليك نحتاج إلى دعمك أو نحتاج إلى دعم فقهاء البلاد فإن لم يكن ليكن أحد طلابك في صفنا مثلاً البويطي على الأقل لا سلطة لي على أحد نريد الخير للفستات وأهلها يا إمام ألا تثق بنوايا؟ بل أثق ولكن النوايا وحدها لا تكفي هذه الحرب صراع على مكاسب الخاسر فيها هم أهل الفستات فبماذا تفيد النوايا هذا؟ نحن نريد السلام وإن عم الأمر والسلام ستعمل فائدة على العلم والفقهاء هذا متغى سعيك يا إمام لسنوات مضت ألا يعنيك هذا؟ لقد عدت صهيباً بأن الولاية ستقيم الكتاتيبة وستدعم العلم ولكن ينقصنا أن يتكذ الفقهاء وطلاب العلم منقفاً داعماً لنا الفقهاء وطلاب العلم سيعملون العقل ولا عقل في مناصرة الحرب يجب أن نتحرق صالح وأمن الطريق لنا حتى مضلع الشمس هيا عفوا اقرأ يا صحيب وتدبر اشترك في البقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية